بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوال العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليلا مهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صلوان وغير صلوان صلوان وغير صلوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر إن في ذلك لآيات إن لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأرلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا له لا أنزل عليه آية من رضاً إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تعمل كل أنسى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معنوات من بين يديه ومن خلف يحفرونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وإذا أراد الله هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقار ويسبح الواد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كراسط كفنه إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصاد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه أولياء قل هل يستوي الأمى والبصير أم هل تستوي الظلماء قل النور قلون قل أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقذرها فاحتمل السيل زودا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتراء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأنفال للذين استجابوا لربهم الحسنا والذين لم يستجيبوا له له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس البهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحقك من هو أما إنما يتذكر أولو الألباب والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المفاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صفوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويخافون بالحساب ويخافون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ويرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعمة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقذر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل ذا أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاع ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييئس الذين آمنوا أنه يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى لا يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِللَّهِ سُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَّهُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِذَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِذَا الْأَنْهَارُ وَأُقُلُهَا دَائِمُ وَظِلُّهَا إِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوَّ عُقُبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب بمن ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وَلَئِنِ اتَّبَقْتَ أَبْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَلَا وَاقُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَغَفَّيَنَّكَ وَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطَافِهَا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكُرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقُبَ الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُوسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِرْئِمُ الْكِتَابِ موسيقى موسيقى شكرا